تصريحات تركية من أكثر من طرف تضع لتحسين العلاقات مع مصر وفتح صفحة جديدة معها التصريحات اليوم جاءت من أعلى هرم الحكومة التركية بعد أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم وجود أي مشكلة في استمرار التعاون أنقارا الاقتصادي والدبروماسي والاستخبارات مع مصر تصريحات أردوغان سبقتها تصريحات لوزير خارجيته مولوت شاوش أغلو أشار فيها إلى بدء اتصالات مع مصر على الصعيد الدبلوماسي والاستخباري في الجانب المصري تبقى هناك ملفات كبيرة ومعقدة جداً معلقة مع تركيا فكيف سيكون الرد المصري؟ وما هي أفاق التصريحات التركية؟ هل يمكن أن نشهد تغييراً فعلياً في السياسات التركية؟ من رأس النظام التركي هذه المرة يخرج الحديث عن انفراجة في العلاقات مع مصر فبنبرة غير معهودة له تجاه مصر يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اتصالات مع القاهرة على أكثر من سعيد تآوننا مع مصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد مستمر لا يوجد أي مشكلة في ذلك هذا ليس على أعلى مستوى لكننا نأمل أن نتمكن من الاستمرار في هذه العملية مع مصر بقوة أكبر وبمجرد أن تسفر هذه المحادثات الاستخباراتية والدبلوماسية والسياسية عن نتائج سنقوم بتقويتها ورفع مستواها لأنه من غير الوارد فصل الشعبين المصري والتركي قبيل حديث أردوغان بقليل صرح وزير الخارجية التركي بدوره بأن بلاده بدأت اتصالتها مع مصر دبلوماسياً واستخباراتياً وبلهشة المرحلة بعثت تركيا برسائل مهادنة أخرى إلى السعودية فقال وزير خارجيتها إن أنقرة لا ترى أي سبب من شأنه أن يمنع تحسين العلاقات مع المملكة سبق ذلك تصريحات لوزير الدفاع التركي خالص أكار تناول فيها ما وصفها بالقيم التاريخية والثقافية المشتركة بين مصر وتركيا تصريح بعد آخر والأسئلة تلح ماذا وراء التودد؟ أهي مناورة سياسية؟ أم مراجعة حتمية من تركيا لسياساتها الخارجية؟ ثم سمير أن الأمر مجرد مناورة بالفعل للاستهلاك المحلي وينظر أصحاب هذا الاعتقاد إلى أي حوار بين الطرفين على أنه موضوع سابق لأوانيه لجهة وجود العديد من الملفات الخلافية بالغة الصعوبة فيما اعتبر تقرير لوكالة صوت أمريكا أن ذلك جزء من تحول استراتيجي أوسع يمكن تركيا من مواجهة عزلتها المتزايدة وأوضح التقرير أن دعم أنقرة لتنظيم الإخوان كان لأهداف أيديولوجية للنظام الحاكم في تركيا إلى حد كبير وهي تدرك اليوم وفق التقرير ذاته أن هذا الطيار ليس له أدنى فرصة للوصول إلى السلطة مرة أخرى بسبب الرفض الشعبي له دفعت تركيا أيضا بحسب مراقبين ثمنا باهظا لخسارة علاقاتها مع مصر التي تقاربت مع كل من قبرص واليونان كما أقيمت تحالفات شرقية المتوسط استبعدت تركيا منها بسبب سياساتها كبر المأزق فرحت أنقرة في التحليلات تبحث عن أي مخرج تتجاوز عبره مرحلة العلاقات الباردة والعدائية مع محيطها الإقليمي إذن أرحب بضيفي في هذا الحوار من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون العربية السفير هاني خلاف ومن اسطنبول الأكاديمية والبحث السياسي سيد مهاند حافظ أغلو أهلا وسهلا بكم ضيفاي الكريمين أبدأ بضيفي من اسطنبول سيد أغلو يعني رسائل غزل أسبوع الغزل التركي في القاهرة إنجاز التعبير من أكثر من مسؤول اختتمت بتصريح واضح للرئيس التركي نفسه رجب طايب أردوغان وهذا السؤال ما الذي تغير لكي تنقلب اللهجة يعني 180 درجة بهذه الطريقة من نظام اعتبر أردوغان بأنه فاقد للشرعية وهو نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر إلى يعني نظام يريد أردوغان أن يفتح معه علاقات صفحة جديدة وعلاقة طيبة أسعدت موقاتا جميعا يعني لا شك أن هناك متغيرات إقليمية ومتغيرات دولية دفعت تركيا لإرسال هذه الرسائل لكسر الجمود من المبكر جدا أن نقول أنها رسائل غزل لمصر هناك جمود طال حوالي عشر سنوات هذا الجمود بدأ بالكسر من قبل إشارة فهمتها تركيا على أنها رسالة إيجابية من مصر تجاهها وعليه قامت تركيا بإرسال عدة رسائل من عدة مسؤولين على رأسهم الرئيس أردوغان أن العلاقات ما بين تركيا سواء الاستخباراتية أو الاقتصادية التجارية مستمرة ويجب أن تزيد هذا يعكس جدية هذه التصريحات التركية لو أن هذه التصريحات كانت كما يقال عند بعض الأطراف أنها فقط مجرد مناورة كلامية وليست جدية لما رأينا هذه التصريحات متعددة الأطراف من كل المسؤولين المهمين في القيادة التركية نعم من المبكر جدا أن نقول أن تركيا قد تغير موقفها فيما يتعلق بالنظام في مصر هناك عقبات طويلة وطريق طويلة تقف في وجه التقارب أو الحميمية ما بين الدولتين ولكن هذه خطوة ربما يبنى عليها الآن سوف نظر كيف ترى مصر هذه التصريحات هل سوف تقابلها بتصريحات عالمية أم أنها سوف تبقى تعلن الصمت في حين أن العلاقات الدبلوماسية مستمرة وكما قال الوزير الخارجية مولود شوشغلو أننا سوف نشهد في الأيام المقبلة المزيد من التواصل دبلوماسيا هل سوف تبقى مصر تلتزم أصمت تجاه هذه التحركات أو التصريحات التركية أم أنها سوف تقابلها بسبب دوافع ومصالح وصمت أدلقاء سيد أغلو يمكن أن أبلغ من الكلام طيب نترك مهمة الإجابة على هذه النقطة لضيفي من القاهرة سيد سعادة سفير هاني خلاف سعد سفير أهلا وسهلا بك أيضا بالفعل نتساءل أهلا بحضرتك مصر الصمت المصري حيال هذه الرسائل المتتالية التركية وكيف تلقفت أصلا أو كيف تلقت القاهرة هذه الرسائل تغير النبرة والود المباغت من قبل تركيا تجاه مصر اسمحي لي أولا لم يصدر من القاهرة أي شيء يؤكد أو ينفي وجود هذه المشاورات التي أشار إليها السيد وزير خارجية تركيا على المستوى الاستخباراتي أو المستوى الديبلوماسي إلى جانب إنما هناك شواهد عملية تقول أن النشاط الاقتصادي أو التجاري في كل البلدين مستمر على وطيرته ولم يتأثر كثيرا في هذا الشأن بسبب الخلاف السياسي ولكن دعينا أتذكر سؤال حضرتك اللي بتطرحي فيه تساؤل ما هي الظروف الإقليمية أو الدولية التي جعلت تركيا تعيد تاني التفكير في مدى شرعية النظام المصري اللي كانت بتساؤل فيه قبل كده أظن أنه ثبت باليقين أن النظام المصري استقر بالفعل وأن تحركاته الإقليمية والدولية اتسعت إلى درجة لم يعود لها لتركيا فرصة أمامها أنها تسائل حول مدى شرعية النظام أو مدى استقرار النظام وبالتالي تأكد الأتراك من أنه لا مجال للبحث عن هزة أخرى في النظام تأكد لهم بهذا المعنى زائد أن عندهم مواقف سابقة فيما يتعلق بما يسمونه انقلابات عسكرية تبين أنهم بيخالفوا منطقهم نفسه فيها في ممارساتهم السياسية أنا النهاردة أقول لحضرتك ليه إحنا ما زلنا متحفظين في الرد أو في الإعلان عن وجود هذه المشاورات المبدئية بين أنقرة والقاهرة الجزء الأولاني أن نريد أولا منهم الإبراز جوانب عملية لبعض التغييرات في السياسات يعني لو أشاروا لنا إلى تاريخ معيّة منتظر فيه لإخراج عدد من المرتزقة بوادر حسنينية أو بناء ثقة أو غيره يعني لابد أن يكون هناك مؤشرات عملية تقبل لدى القاهرة حتى يمكن متابعة ما ينشر حول مشاورات ديبلوماسية واستخباراتية وغيره مسألة الوجود التركي في ليبيا مسألة الوجود التركي في سوريا مسألة يمكن بحثها بروية ولكن ما لا يمكن بحثه إلا بشدة وبقوة هو مسألة استخدام الحكومة التركية لكيانات إسلامية لاجئة لديها فيما يحقق مصلحة مخالفة وهذه النقطة سأعود إليها بتفصيل وتسمح لي سعد سفير لأنه ملف الإخوان المسلمين ملف كبير صحيح وعنوان عريض يعني ربما سنتطرق إليه لاحقا ولكن فقط أريد أن أسأل أعود إلى ضيفي من السنبول سيد أغلو سيد أغلو ذكرت أن مصر أبدت تعبير ما أشير إليه بأنه تحدثت عن حقوق تركيا في الجرف القاري التصريحات كانت قبل ذلك أؤكد لك هذا الأمر من المسؤولين الأتراك ولكن على كل هذه الأمور يعني ألا تدل على أنه السر وراء هذا اللهاث التركي وراء المصالحة مع مصر هو كلمة السرفية هو الغاز أن تركيا تريد أن تضمن حصة من الغاز لا تريد أن تخرج خالية الوفاد من أي تقاسم للثروات في هذه المنطقة ربما يكون الهدف النهائي لهذا التقارب أو محاولة التقارب التركية تجاه مصر نعم موارد الطاقة في شرق المتوسط بسبب وجود تكتل شرق المتوسط ضد تركيا من عدة دول إقليمية كما نعلم ولكن بتقدير الشخصي أن كلمة السر كانت من خانتين الخانة الأولى كانت في ليبيا عندما كانت هناك بوادر مصرية ودبلوماسية تجاه طرابلس الحكومة الشرعية التي دعمتها تركيا على مدى الخلاف الليبي والخانة الثانية من كلمة السر هي التقارب أو المصالحة الخليجية فيما بينها ورفع الحصار عن قطر كلنا يعلم مدى أيضا التحالف الشديد ما بين تركيا وما بين قطر ها الثاني النقطة الأساسية في تقدير الشخصي هي التي دفعت تركيا إلى أن تذهب قدما نحو رسال رسال إيجابية لكسر الجمود في مصر ومن ثم الهدف البعيد هو نعم من ضمن الأهداف المتعددة طبعا هو عدم بقائها منعزلة في شرق المتوسط وهي تملك أطول ساحل على شرق المتوسط لزاما يجب أن تكون تركيا هناك يعني الآن نحن نرى أن الولايات المتحدة في هذا المنتدى وتركيا التي هي تملك أطول ساحل ليست موجودة نعم هذا سوف يضر بمصالح تركيا الاقتصادية وموارد الطاقة لذلك تسعى تركيا وهذه سياسة الدول تسعى نحوها مصالحية شعور بالعزلة نعم نعم ليس عيبا أن نقول أن هناك تكتلا ضد تركيا في محاولة لعزلها ولم يكن ضد تركيا سيدنا هذا تكتل لدول الشرقي المتوسط فقط تركيا هي التي تمتلك شروط ورؤية مغايرة ومعاكسة تماما لهذه الدول التي ارتضت أن تحتكم للقانون الدولي سأعود إليك طبعا ولكن لأسمح لضيفي من القاهرة يعني لو تسمح لي لأقسم الحوار سعد سفير يعني ما رأيك أيضا في هذا الموضوع وهنا نتسأل عن ما هي الشروط التي ستكتب بها هذه العلاقة الجديدة بين تركيا والقاهرة ما الثمن الذي ستطلبه القاهرة من تركيا لتعيد تطبيع الأوضاع معها مرة أخرى أنا بصفة الشخصية واكتهادي الدبلوماسي أقول أن لكل مشكلة حل فإذا كان هناك مشكلة استضافة تركيا لعدد من من حكم عليهم جنائيا بتهم معينة في قضايا إرهابية أو غيره فلابد من أن يكون المطلب المصري الطبيعي هو استعادة هؤلاء من الأراضي التركية وإعادتهم وتسلمهم إلى السلطات القضائية المصرية إذا كان هناك بحث حول موضوع الوجود التركي في ليبيا فالمؤشرات تقول أنه يمكن التفاهم مع تركيا على أساس أن حكومة سيد دبيبة الجديدة في ما يسمى بحكومة الوفاق الوطن الحكومة الوحدة الوطنية فهذه ستكون فرصة لاختبار النواية الحقيقية لكل الأطراف الداخلية والخارجية بما فيهم تركيا سيكون لتركيا دور في توجيه هذه الحكومة والضغط عليها في اتجاهات معينة أم أنها تركيا عارفت اللعبة مسبقا ومن المواقف المصرية المتشددة التي اتخذتها مصر في بدايات المواجهة قبل عدة شهور فلابد أنها تلعب بطريقة أخرى تلعب بطريقة التفاهم والاختار البعض يرى أن الخط الأحمر الذي وضعته القاهرة للتركيا والسياسات الناجحة المدعومة عربيا وخليجيا في ليبيا التي وضعت تركيا أمام هذا المحك إلى جانب الكلام على حضور التركي في منطقة شمال سوريا نحن النهاردة أمام مبحث آخر نحاول في البحث عن إمكانية استعادة سوريا إلى الحاضنة العربية ولكن هل ستفتح القاهرة كل هذه المواضيع عذرني سعد سفير على المقاطعة يعني ألن تكون للقاهرة أولويات عندما يجلس الأطراف السياسية ألن تضع لها شروط لا يمكن العدول عنها سيدة الفاضلة كل ديبلوماسي يعترف أن هناك شروطا عالية يعني ثقوفا عالية يلجأ إليها وسقوفا متوسطة يرضى بها والسقوف الدنيا دي بنستبعدها أو بنخرجها من الحسابات في كل عملية تفاوض لا بد أن يكون هناك حسن نية أولاً ثانياً نطمئن إلى حسن النية ببعض الإجراءات بناء الثقة أو إجراءات حسن النية التي تظهرها الحكومة التركية من جانبها لأنها هي التي بدأت هذا العداء بالإعلان عن عدم اعترافها بشرعية النظام المصري وشرعية النظام المصري ثبتت بالفعل أنها غير قابلة للتساؤل دلوقتي وأن تركيا أخطأت عندما اتخذت هذا المسلك إنما سلوك الأتراك مع الجماعات الإسلامية التي عندها يمكن التمييز فيما بين مجموعات مجرمة أخذت أحكام قضائية يمكن تسليمهم ومجموعات أخرى ترغب في الاحتفاظ بيهم بشرط ألا يستخدموا أراضيها طيب لهذه الدرجة الأمور واضحة بالنسبة لمصر دعني أستطلع الرأي التركي وأعتقد أن الجانب التركي يعلم تماماً ما الذي تريده مصر طوال المدة الفترة الماضية ولكن لنأخذ الأمور بشكل أوضح سيد أغلو ما الثمن الذي مستعد تركيا الآن لتدفعه لكي تعيد العلاقات ولتحصل على مكاسب من إعادة العلاقات طيبة مع مصر مرة أخرى ملف الإخوان المسلمين احتضان والارتبط بها احتضان المنابر الإعلامية التي تسيء وتحرد على الدولة المصرية وأيضاً المطلوبين للعدالة في مصر يعني أتفق مع ضيفك أنه لا مستحيل في السياسة أو أي مشكلة لها حل تركيا لو لد دخلها في ليبيا لما وصلت الأمور في ليبيا إلى ما وصلت إليه الآن من وجود استقرار شبه تام ووجود حكومة مؤقتة تسير العمل ريثما تكون هناك حكومة منتخبة لاحقاً الآن تركيا فيما يتعلق بموقفها مع مصر وإرسال الرسائل الودية لكسر هذا الجمود يدول بشكل واضح وصريح أن تركيا ليست إخواء المسلمين وأن تركيا لا تدعم بمعنى كما يسوق إعلامياً عند بعض الجهات أن تركيا يعني إخواء المسلمين الرئيس التركي والحكومة التركية يعني إخواء المسلمين ما تقوم به تركيا الآن من دولة ناضجة دولة مستقلة لها رؤيتها الخاصة يؤكد على أن تركيا وإشارات رابعة التي لطالما رفاها الرئيس أردوغان نعم هذا موقف مبدأي وسياسي لحد هذه اللحظة هذا الأمر عويص وصعب التحدث به ريثما نجد كيف ستتصرف الأمور في تركيا بالنسبة للتركيا والحكومة التركية أن لحد هذه اللحظة النظام المصري ليس معترف به سياسياً نعم ربما هو تقرير واقع أنه موجود ليس معترف به سياسياً من من؟ سيد أغلو نعم تقول النظام المصري ليس معترف به سياسياً من من؟ أنا أتكلم هنا عن الحكومة التركية نعم إذا ما بقيت هذه النقطة واللقات كثيرة من ضمنها القنوات الموجودة في تركيا للتبث من تركيا ووجود بعض قيادي الأخوان المسلمين في تركيا وما شابه نقاط طويلة والأمور ليست سهلة وليست سريعة في الوصول إلى تقارب تركيا ومصري نحن ندرك هذا تماماً ولكن الآن هي الحجرة الأولى والخطوة الأولى فيها سيدي الأمور أكثر وضوحاً من ذلك بعض الشيء سيد أغلو ذهبت تركيا إلى حد أنها تطلب الغفران من القاهرة هذا ما الذي يمكن أن نفهمه وبالتالي علي أن تدفع الثمن ما هو هذا الثمن وهي تعلم ما الذي تريده القاهرة أستاذ مروج أنا لا أعرف عن أي غفران تتكلمين ولكن تركيا من مصلحتها أن تكون لديها علاقات دبلوماسية وتجارية واستخباراتية مع مصر كلنا يدرك تماماً أحمق من يتجاهل وجود مصر وعمقها وقوتها الإقليمية عموماً وفي الوطن العربي خصوصاً لذلك تركيا بيهمها في النهاية هي مصالحها ووجود متغيرات كما قلت لك في بداية الحوار إقليمية ودولية تجعل كل الأطراف تحاول أن تخفف من أخذ رد في دقيقة لأن ضيفي من القاهرة على ما يبدو سعد سفير سعد سفير يعني كان يريد عمل مدخل سعد سفير تفضل أنا كنت تظن أن الأستاذ مهند سيكون عملي وواقعي وبعيد عن الموقف المتماهي تماماً مع الحكومة التركية ليعلن أن تفسيره للتصريحات الأخيرة التي يقدمها السيد أردوغال والسيد أغلو وزير الخارجية هي اعتراف جديد واقعي بالنظام المصري وأنه ده هو يعني من حسن الفطن أن الواحد يدرك أخطاءه ويتعامل بعديها بشوية إجراءات أخرى الإجراءات الأخرى قد تكون في الإعلان عن شيء معين تجاه الإخوان المسلمين الإعلان عن شيء معين تجاه ليبيا تجاه تواجد المرتزقة السوريين المنقولين عبر وسائل الاتصال التركية إلى ليبيا يمكن إعادتهم يمكن التفكير في طرق أخرى للتعامل التركي مع القضايا المنطقة وربما يكون لديهم مشروع لإدخال إسرائيل في الموضوع وأنا طبعا أخشى ما أخشى أن يكون من وراء بعض هذه الطروحات أفكار إسرائيلية على كل انتهى وقتنا شكرا جزيلا لضيفي الكريمين من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون العربية سفير هاني خلاف ومن اسطنبول الأكاديمية والبحث السياسي سيد مهند حافظ أغلو شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة